السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل بيط بيل باسترمة بطريقة مختلفة هي الوصفة سهلة جدا وجميلة بتمفع في اي وقت الموضوع كله مش هياخد معنا عشر دقائق كل اللي نحتاجه نحن نجيب حبة فلفل وسط نبدأ نقطعها القطع صغيرة وبحاول قدر الامكان اخلي القطع بتاعي صغير لان انا هابدأ اخلط الكلام ده مع البيت فمش عايز قطع كبيرة عشان متدقيقنيش بعد كده في الحشو بعد ما خلص التقطيع بتاعي هابدأ اجيب ثلاث بضغط بعد كده ابدأ اضيف التوابل طبعا التوابل بتبحصها بالرغبة انا بضيف ملح وفلفل وبابريكا تقريبا معلقة صغيرة من البابريكا والفلفل والملح راشة بسيطة بعد كده بضيف الفلفل اللي انا قطعته وهبدأ بعد كده اضيف كمية بسيطة يعني تقريبا معلقتين من جبنة الموزرلة او اي جبنة انتوا حبين بس تكون قطعينها قطعة صغيرة وبعد كده همزج الخليط ده كويس جدا عشان البيت يتضرب مع كل حاجة طبعا بيتأكد ان كل حاجة تقلبت كويس بعد كده افطاسة على النار بكون حاطت فيها معلقة زبدة وهبدأ اجيب البسترمة بتاعتي طبعا هقطعها قطعة صغيرة وبعد كده احطها في الطاصة على اساس اسويها شوية بس اشوحها حاجة بسيطة قبل ما ابدأ احط عليها خليط البيت يعني مش تاخد معاكو عشر ثواني تقليبتين حاجة بسيطة وبعد كده ابدأ اضيف الخليط بتاعي هبدأ بعد كده احط برضو جبنة متزرلة طبعا انا بحب اكتر الجبنة شوية ان هي الوصفة دي حلوتها في الجبنة اول ما خلص توزيع الجبنة هبدأ اغطي الكلام ده برغيف ترتيلة لو عندكم نفس مأس الطاصة هيبقى كويس ما عندكم مش عادي احنا وكده كده نقدر نتني الاطراف من غير اي مشاكل بسيطهم شوية على النار طبعا بكون مهد النار خالص هتلاقوا ان البيض هيبدأ يمسك في الرغيف بتاع الترتيلة هروح قلبه على الجهة التانية وكرر نفس الخطوة دي ان انا ارش جبنة واحط رغيف ترتيلة تاني يدوبك هيتحمر غيف الترتيلة بعد كده هبدأ ارش جبنة من فوق وابدأ احط الزتون طبعا الزتون عايزين تحطه شرايح او الزتون اللي هو المحشي جزر اي ان كان اللي انتو هتحطوه مجرد بس ابدأ احط الزتون وفي المرحلة دي انا بطف النار اخر خطوة ان انا هغطي الطاصة بتاعتي وجبنة هتسيح معي من غير اي مشاكل بعد كده هطلعها وابدأ اقطعها وقدمها في اي طلع اتمنى تكون الوصفة عجبتكو لو عندك اي اسئلة تقدروا تسيبها لي في الكومنتات ما تنسوش تعملو شير وسبسكرايب ولايك واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله